اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشابة ولهم عذاب عظيم ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر يومهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخطعون إلا أنفسهم وما شعرون في قلوبهم ما رضوا فزادهم الله ما رضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شاطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمن أضاءت موحله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصنون سممكم نعمي فهم لا يرجعون أوك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعا في آذانهم من سواعق حذر الموت والله محيط بالكافنين يكاد بركي اختفى بصارهم كل ما أواء لهم وشوفي وإذا أظلم عليهم قاموا ولشاء الله لذا هذا بسمعهم بصارهم من الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ما فأخرج به من ثمرات رسقا لكم فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون وإن كنتم في الريب مما نزل على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداكم يدون لله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة أعزد الكافرين وبشر الذين آمنوا عمل صالحات أن لهم جنات تجريم تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابهة ولهم فيها أزفاج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرم مثل ما بعضت فما فوقها فأما الذين آمن فعلمون أنه الحقم يربهم وأما الذين كفر فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يزل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يزل به للفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكوتم أمواتنا فأحيكم ثم يميدكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميع ثم استباع إلى السماي فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خريفة قال وتجعل فيها من يجسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بعمدك ونقدر سلق قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيوني بأسمائها أولئك وتم صادقين قال سبحانك لا علننا إلا ما علمتنا إنك تعلي وعلى علي إنك تعليم الحكيم قال يا آدم أمدئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كوتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي سباوة استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فازلهم الشيطان وعنها فأخرجهما مما كان فيه وقل له بتبعدكم معدن عدو لكم بلعد مستقر ومتعون إلى حين فتلقى آدم يربي كلمات فتابع عليه إنه هو التواب الرحيم والنهبطوا منها جميع فإما يأتي أنكم منها فمن تباوة فلا خفر علي ولم نحزنون والذين كفروا كذبتنا ولا يقصحاب النارهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي نعمت عليكم وأفوا بعدي أفوا بعديكم ويا فرهبوني وأأمنوا بما أزدوا وصدقوا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين منه ولا تشعروا بآية ثمنا قليلا وإياها فتقوا ولا تلبسوا الحق بالبات لتكتم الحق واتم تعلبون باقيم الصلاة والتزكات واركعون مع الراكعين تأمرون ناس بالبر وتنسون أنفسكم واندثون الكتاب فلا تاقلون ما استعينوا بالسلامة إنها لا كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا قربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجهد نفسنا عن نفسي شيء ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يأخذوا منها عدل ولاهم يصرون بيذن جيناكم من آل فرعون يصومونكم سوى العذاب يذبحون أبناكم ويسحون النساكم وفي ذهلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم الوحر فاجيناكم وقرقنا أهل فرعون واتم تهدرون وإذ بعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعد واتم ظلمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال المسى لقومه يا قوم إنكم دلعتم أنفسكم اتخاذكم العجلة فطوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خرلكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وتم ظذرون ثم بعثناكم من بعد موطيكم لعلكم تشكرون وظلنا عليكم الغمامة وأزلنا عليكم المنى والسلبة كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القريطة فكلوا منها حيث شئتم رقضا ودخلوا الباب السدد وقلوا حيثتنا غفر لكم خطاياكم وسنسيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غيرا الذي غيرا فأزلنا علي الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلت ربيعصاك الحجر فانفجرت مهنة عشر تعين قد علموا كل ناس ما شربهم كلوا شربوا من رزق الله ولا دعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لنصبر على تعامي واحد فدعونا ربك أخرج لنا مما تمدر أذن من مقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيره بدون مسر فإن لكم أسألتم وضربت علي وذلة والمسكنة وباءوا بغذب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيا بغير الحق ذلك ومع صوا كانوا يعتدون إن الذين أمنوا الذين هادوا النصارى والصابر إن من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلم أدرموا عند ربيهم ولا خوفنا عليهم ولا هم يحدنون وإذا قدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خضوا ما أتينكم بقوية وذلك وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم ببعث ذلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمة لنكوت من الخاسرين ولقد علمتوا من الذين أعتدوا منكم في السبدي فقل لا لم كنوا قرادة خاسرين فدعناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ومعذت للمتقين وإذ قال مصلي قومه إن الله يأمركما تذبح البقرة قالوا وتتقذنا وهزو قال أعوذ بإله ينكون بالجاهلين قال دعونا ربيك وبين لنا ماهي قال إنه يقول إن بقرة لا فارد ولا بكر عبان من ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دعونا ربيك وبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النازلين قال دعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إن بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسخي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قال لأنا جتا بالحق فذا بحبها وما كادوا يفعلون وإذ قدد من سوف الدارة فيها والله مخرج ما كنت تكتبون فقل لذربوه ببعضها كذلك يحيي الله المتوجير من آياته لعلكم تعقلون فما قصد قلوبكم بمع ذلك فيك الحجارة يشد قسوة وإن من الحجارة لا تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقه فيخرج منه لما وإن منها لما يفد من قشة الله وما الله بغافل عمنا تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق من من سعونا كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدث لهم بما فتح الله عليكم لوحاجكم به يعين ربكم فلا تاقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلون وهمين أمميون لا يعلمون الكتابة إلا ما نجواهنهم إلا يظنون فويلوا للذين أكتبون الكتابة بأيدهم ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتروا بي ثمن قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون فقالوا لنا تمس نار إلى أياما معدودا قل أتقدم عيد الله عندهم فليخذف الله وعهدهم دقولون على الله ما لا تعلمون ملا ما كسب سكيتم وأحدت بي خطيئته فأولئك أصحاب الدنيم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا صالحة أولئك أصحاب الدنيم فيها خالدون وإذا قدنا مثاق بين إصرائل لا تعبدون إلا الله وبالوالدن يحسن وذلقربة ولتاموا لما ساكيني وقولوا الناس حسن واقيموا الصلاة وأتو الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأتم عنددون وإذا قدنا مثاقكم لا تسركون دماغكم لا تخرجون أنفسكم من يدياركم ثم أقرأتم واتم تشهدون ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم يديارهم تظاهرون عليهم بالإثم العدوان ويأتوكم سارة فادهم وهو محرمون عليكم مخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما تزاقون ويفرد ذلك منكم إلى خزنوا في الحياة الدنيا وهيهم من قيامة يرادون على شهد العذاب يوم الله بغافل عمنا تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفوا عنهم العذاب ولا من ينصرون ولقد أتي نفس الكتاب وقفنا بمعد برسلواتنا عيسى من مريب البيانات وإيجدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استقبرن ففريقا كذبتم مهريقا تقتلوا فقالوا قلوا قلوا بناغل بلعنهم الله بكفر فقروا لما يؤمنون لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهما كانوا من قول يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين مئسم اشتروا بأنفسوا ما يكفروا بما أزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشامنا عباده فباءوا بغضبنا على غضو للكافرين عذاب مهين وإذا قلهم نأمنوا بما أزل الله قالوا نؤمنوا بما أزل علينا ويكفرنا بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهما قل فلما تقتلونها أبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مصاب البجنة تهتم وتخطر من عجلا من بعد واتم ظالمون وإذا قدنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم وترخضوا ماتيناكم بقوة واسمعوا قول السمين وعاصينا واشربوا في قلوبهم من عجل بكفر مقلبي سما يأمركم به إيمانكم من كنتم مؤمنين ولإن كانت لكم دار الأخرة نعيد الله خالصة من الناس فتمنوا بلومة إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا مما قد من أديهم الله عليهم من الظالمين ولا تجدتنه أحرص الناس على حياة ومن الذين شركوا يبدو أحدهم لن يعمروا الفسنة وما هو بمزحزيحيه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبك وإذن الله وصدق لما بين أديهم وذو بشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميك فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزل إليك آية ما يناد ما يكفر بها إلا الفازقون وكلما عاهدوا وحدا ما ذو فريقوا بنا ولا كثرهم لا يؤمنون ولم ناجهم رسولهم من عيد الله مصدق لما عمنا وذو فريقوا من الذين أوتوا لكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تدو الشيات على ملك السليمان وما كفر سليمان ولكن الشياتين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمون من أحده حتى يقول إنما نحن فتن فلا تكفر فتعلمون منه ما ما يفرقون به بين المري والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يفعهم ولقد علموا من اشتره ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أفسهم كانوا يعبلوا يعلمون ولو أنما آمروا تقول لما ثبث معين لله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا بقولوا نظرنا واسبعوا للكافرين عذابوا أليم ما يبدو الذين كفروا من أهلك الكتاب ولا مشرقين ينزل عليكم من خير من ربكم والله اخدصوا برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ناسخ من آياتنا أنوسي عاد بخير منه ومثلها لم تعلمين الله على كل شيء قديل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كواس إلى موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سباء السبيل وأدى كثير من أهلك كتابي ليردونكم بمعد إيمانكم كفارا حسد من عيد أنفسهم بمعد ما تبين لهم الحق فعفوا أصفحوا حتى يأتل الله بأمرين الله على كل شيء قدير فاقيموا الصلاة وأدو الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خين تجدوه يعيد لله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لين دخل الجنة إلا ما كان هدى ونصارد الكاماري يمقلها تبهانكم يكتم صادقين ولا من أسلم وجهه لله وهو محسن فلوجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا من يحزنون وقالت إلى هدو ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست لهدو على شيء وهم يتون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكمون بيوم القيامة فيما كان في اختلفون ومن أظلموا ممنع مساجد الله أن يذكر في اسم وسعى في خرابها وله كما كان لم أين دخلوها إلا خائفن لمفتنا القذم ولفي الآخرة عذاق نظيم ولله المشرق والمغرفين ما دولوا فثم وجه الله إن الله باسن عليم وقالت تخذ الله ولدنا سبحانه بله ما في السمابات وأذي كل له قانتون بديع السمابات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول لكم فيكون بقال الذين لا يعلمون وله لا يكلمون لله أو تأتينا آي كذلك قال الذين من قبلهم نسلقوا لمتشابت قلوبهم قد بينا الآية لقوم يقيننا إن أرسلناك بالحق بشير ونذير ولا تسأل عن أصحاب الزحين ولا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع من لتم قلنا أهدو الله والهدى ولين تبع تأباؤهم بعد الذي جاءك من العيم ما لك من الله وليك ولا نصير الذين أتينه الكتابات اللون وحق تلابته أولئك يؤمن نبي ومكريف أولئك من الخاسرون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي الذين عمدوا عليكم وأن يفضلتكم على العالمين وتقيوما لا تجزي نفسنا عن نفسي وإذا ابتل إبراهيم ربه بكلمات فأتمه النقال إن جاءلك للناس إمام قالوا ومن دركة قال لا ينالوا عج الظالمين وإذ جاءنا البيت مثابة لناس وأبنا واتقضوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسمع إلى أنطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جال هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعلى ما كفر فمتيح وقلن ثم أذطره إلى عذاب النار بس المصير وإذا رفع إبراهيم القباعد من البيت وإسمع إلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن دركتنا ومتم مسلمت لك وأرنا مناسكنا وتبع لنا إنك أنت تواب الرحيم ربنا وبذفهم رسولا من المثل العليم من آياتك ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكي منك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سفي نفسه ولقد الصفيره في الدنيا وإنه في الآخر تلونا الصالحين إذا قال له رب وسلم قال أسمت لرب العالمين ووصى بها براهي بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله صفى لكم مدين فلا تموتون إلا ما أتم مسلمون أم كثم شهداء الحذر يعقوب الموجد قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبدوا إليك وإله أبايك وإله أبايك وإسماعيك وإسحق إله واحدا ونحن المسلمون تلك المدن قد خلت لها ما كسبت ولكم ناك كسبت ما لا تسألون عمنا كانوا يعملون فقالوا كنوا هدى أو نصار تهتدوا قول بملت إبراهي محنيف وما كان من المشركين وقلوا آمن بالله وما أزل إلينا وما أزل إلى إبراهيم وإسماعي وإسحق وياقوب الأسبات وما أوتي مصر وعسى وما أوتي النبينا من ربهم لا نفريق بين أحدا منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما أمدوا به فقد اهتدوا ودولوا فإنما في الشغف فسيك فيكم الله وهو السميع العلم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له وعابدون سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمقرم يهدي ويشاه إلى صراط المستقيم وكذلك جعل لكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل للقبلة التي قوت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين رهد الله وما كان الله ليصيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السمافلن ولينك قبلة ترضاها فبل وجهك شدر المسجد الحرام حيث ما كوتن فأول وجهكم شدره وإن الذين أوتوا الكتاب لاعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عنا يعملون ولئن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أتى بالتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولين اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إنا وإنما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله علىك بالشيء قدير ومن حيث قرجت فول وجهك شدر المسجد الحرام وإن وللحق من ربك وما الله بغافل عنا تعملون ومن حيث قرجت فول وجهكم شدره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم وقشوني ولتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرصنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصري والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتهم والأحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلو أنكم الشيء من الخلف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتهم ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن سفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهما وما تطوى خير فإن الله شاكر عليم إن الذين كمون ما أزل من البجنات والهدى من ما بجناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولا عنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتبوا عليهم وأن التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يدمعين قالدين فيها لا يقف عنهم العذاب ولهم ينظرون وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السمابات والذي يقتل في الليل والنهي والفلك التي تجري في البحر بما يفع الناس وما أنزل الله من السماء من نائف أحياب الأرض بعد موتها وبت فيها من كل رذابة وتصري في رياح والسحاب المساخر بين السماء والأرض لآيات لقوم عقلون ومن الناس وين يتخذوا من يدون الله آداد وينحبوا لهم كحب الله والذين آمن شدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذن العذاب أن القوة لله شمي جميعا وأن الله شيدت العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لأننا لا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم يخارجين من النار يا أيها الناس كل مما في الأرض حلال طيبة ولا تتبع خطوة الشيطان إنه لكم عدفهم ومن إنما يأمركم السوء والفحشاء ونتقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أول كان آباءهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعطوا بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء ثم مكم نعم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمن كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتمك وتعبدون إنما حرم عليكم الميتات بدما وإحمل الخيزين وما أولى به لغير الله فمن يترى غير باغي ولا عاني فلا يتمع لي إن الله غفور رحيم إن الذين اكتبون ما أنزل الله من الكتاب يؤشرونه بالثمن وقلنا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيم لهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهذاب العذاب بالمقاط فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعيد ليس البراء أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمقرب ولكن البرمن آمن بالله والليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بأت المعلى على حبي ذوي القربة والأتام والمساكين أبوا من السبيل وسائل وفي الرقاب وقعوا الصلاة والتزكاة والموفن بعهد مذا عهد والصابرين في البأس والظراء وأعين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمن كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأوثى بالأوثى فمنع فيه له من أقيه شيء فاطبعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقفيف من ربك ورحمة فمن اعتداء بعد ذلك فله عذاب أليم ولكن في القصاص حياة يأولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليك وتحضر أحدكم الموتئين ترك خيرا للبسكة للوالدين الأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن مد له بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليهم فمن خاف ممي وسجر فنؤثم فأصلح بينا فلا يثمع ليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيئب كما كتب علي الذين من قولكم لعلكم تتقون أيام معدودات فما كان منكم مريدا أو على سفن فعندد من أيام أخر فعلى الذين يتيقون وفدتهم تعاموا مسكين فما تتوى خين فوى خير لما أنتصوا مخير لكم إن كنتم تعلمون شهر نمضان الذي أُوزل في القران هدى للناس وأبوينات من الهدى والفرقان فما شايد منكم اشتروا في اليصم وما كان مريدا أو على سفر فعندد من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدد ولتكبر الله على مهداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريبا أجيب دعا وتداعي ذا دعاني فليس تجيبوا لي واليؤمنوا بالعالم نرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى النسائكم هنا لباس لكم واتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تغطانون أنفسكم فتابوا عليكم وعفا عنكم فالآن باشرون واتقوا ما كتب الله ولكم وكل واشربوا حتى يتبجن لكم لقية الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وماتهم الصيام إلا الليل ولا تبشرون ما تمعاك هنا في المساجد تدرك حدود الله فلا تقربوها كذلك بكم الله وآياتي للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا ما لكم دينكم الباد ولا تدربوا إلى الحكام اللي تأكلوا فريقا من أمال الناس وإلى ثم تعلم ونسألونك عن الأهل الله قل هي مباقية لناس والحج وليس البر بها تأتلوا بيتها من ظهري ولكن البر من انتقى وأتلوا بيتها من أبابها واتقوا الله لعلكم تفلحوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوا لكم ولا تعددوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفنوا وما أخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة والشهد من القتل ولا تقاتلوا معيد المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإيقاتلكم فقتلهم كذلك تداء الكافرين فإن يتوفى فإن الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتن ويكون دين لله فإن يتوفى فلا أدوان إلا على الظالمين الشار الحرام وبالشار الحرام والحرمات القصاص فمن يتدع لكم فعتدوا علي بمثل ما تدع لكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والمعرة لله فإن أحسرتهم فما السيصر من الهدي ولا تحليق روسكم حتى يبلغها لديهم حلة فماذا كان من يكون مردين أو بهذا من رأسي ففيتتم من صيام أو صداقة أونسو فإذا أميت فما تمتع بالعمرة للحجي فما السيصر من الهدي فما لم يتفى فسوى مسلاسة أيامي في الحجي وسبعدين إذا رزعتم تلك عشراتهم الكاملة ذلك لمن لم يكن أهل وحاذر المسجد الحرام يتقوا الله وعلموا أن الله شددوا لقاب الحجي يشروا معلومات فمن فرضى فإن الحج فلا رفط ولا فسوق ولا جدال في الحجي وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزات تقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناحنا تبدأوا فضل من ربكم فإذا فاتم من عرفاني فاذكروا الله عن المسجد الحرام وذكرك فهداكم ويكوتم يا قولي من الضالين ثم نفيتم من حيث وفاد الناس واستغفر الله إن الله غفور ورحيم وإذا قدئتم من اسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم وشدد الكرفف من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لو في الأقرى من خلق ومنه من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسناتهم وفي الأخرة حسناتهم وقن عذاب النار يللraitsك المنصف مما كسبه الله سريع لحساب واذكر الله في أيام معدودات فما تعجل فيه من فلا يسمع عليه وما تأخر فلا يسمع عليه من اتقال اتق الله وعلمه وأنكم لي تحصلون ومن الناس من يعجبك قولوا في الحياة جدنا واشهد الله على ما في القيب في قلبه فهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه ويلك الحرط والناس لو الله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولئس ولا بئس المهاد ومن الناس من يشن الفصاب دقاء ومرضات الله والله ورأوفهم العبادية أيها الذين آمروا دخلوا في السبع كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم نعدوف مبين فينزلتهم بعد ما جاءتكم مجانات فعلم وأن الله عزيز حكيم هل نعذرنا إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملايكة وقضي الأمر وإلا الله تجعل الأمور سلبرين سراء لكم أهل أن أأتينا من آيتيенно وابدلنا مع appreci يخساذ الله من بعد ما جاءت estaba إن الله شادد العقابlle جدا للذين كفeau الحياة دون ما ك swappedوا من ذاهنها واس من الذين آمنوا والذين اتقيوا فوقificación كل يوم القيامة أَمْ حَسِبْتُ مَا تَدْخُلْ جَنَةَ وَلَمْ نَعْتِكُمْ مَثَلُوا الَّذِينَ خَلُوا مِنَ قَوْلِكُمْ مَسَتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَذَرَّ وَذَلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَتَعْنَسُرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّا يَصْرَ اللَّهِ قَرِيبَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَفْقُلْ مَا فَقْتُوا مِنْ خَلِينَ فَلِلْوَالِدِينَ وَالْلَقَرَبِينَ وَالْلَيْتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَلِينَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِينَ قِلْ فِيَمَا يَثْمُكَ بِرُومَا فِيُعْلِ النَّاسِ وَإِثْمُوا مَا أَكْبُرُ مِنَ فِعِيهِهِمَا وَاسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفِقُونَ قُلْ لُحْفَ كَذَلِكَ يُبَيِّينَ اللَّهَ لَكُمَ الْآتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا بالآخرة وأسألُونَكَ عَنِ لَتَامَ فَقُّوا الْإِسْلَاحِ اللَّهُمْ خَيْرِ وَإِنْ تَخَالِتُمْ فَيَقْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُسْجِدَ مَنَ الْمُسْلِحِ وَلَوْا شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ مِنَ اللَّهَ عَزِيزُ وَحَكِيمُ وَلَا تَنْكُحُمْ الْمِشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنُ وَلَ وَاللَّهُ يَحِبُ الْتَوَابِينَ وَيَحِبُ الْمُتَطَاهِيرِينَ وَالَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلِهِنَا بِالْمَعْرُفِ لِرْجَالِ عَلِنَا دَرَجَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذ مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يطيما حدود الله فإنخفتم لا يقيم حدود الله فلا جناح عليما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن تعدى حدود الله فوليكهم الظالمون فإن تلقى فلا تحل لهم من بعد وحتى تنك حزد غيره فإن تلقى فلا جناح عليهم أي تراجع أي ظن لا يقيم حدود الله وذلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بإذا تلقوا من نساء فبلغنا أجلهن فأم ولا تمسكوهن بمعرفنا وسريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ظرارا لتعتدوا من فذلك فقدوا ظالمنا فلا تتخذوا آتي الله يهزوا وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكب تعودكم يتق الله وعلموا أن الله بفل شيء عليم وإذا تلقوا من نساء فبلغنا أجلنا فلا تعضلون أيك إحنا زواجهن إذا تراضوا بينام بالمعروف ذلك يوعد بما كان منكم يؤمنوا بالله والوم إلى آخر ذلك مسكالكم أدهر والله يعلم وتم لا تعلمون والبالدات تردعنا أولادهن حول النكام في الليل لمن أراد أن يتم رضا عبا عن المولود لرزقهن وكسبتوهن بالمعروف لا تكلفن وسن الله وسعها لا تضار والدتن بولدها ولا مولد له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصولا عن طرات منهما وتشابن فلا تعضلون حاليهما وإن أردتم تسردعوا أولادكم فلا تعضلون حاليكم إذا سلمتم ما آتيتم بمعروف يتق الله وعلموا أن الله بما تعبلون بصين والذين توفون منكم وإذا نزباد يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وأنشر فإذا بلغنا أجلنا فلا تعض والله بما تعملون خبير ولا جنى حاليكم فيما عربتم من خطبة النساء وإذا كنتم في أفسكم وعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون سرا إلا تقول قولا معروفة ولا تعزموا عقدت النكاح حتى أبلغ الكتاب أجل وعلموا أن الله علم ما في أفسكم واحذره وعلموا أن الله غفور حليم لا جنى حاليكم يطلقت النساء ما لتمسوهن وتفرض لهن فرضو ما تدعوهن عن الموسيح قدروا وعلى المقدر قدروا متاع من المعروف يحقنا عن المحسنين ويتلقتمهن من قول يتمسوهن وقد فرضتم لهن فرضت فنسب ما فرضتم إلا أي عفونا أو يعفو الذي بيدي عودت النكاح حيما تعرف أقرب للتقوى ولا تنسب الفضل بينكم من الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفنوا فرجان أو رقمان فإذا منهم فذكر الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون والذين توفنوا من لكم أيها الأزواج وسجة الأزواج المتاع عن الإلحل غير إخراج فإن خرجوا فلاجنا حليكم فيما فعلنا في عوضنا بمعروفهم والله عزيز حكيم وله المتلقات بمتاعهم بالمعروف حقنا لمتقين كذلك يبكنا الله لكم من آياته لعلكم تعقلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم مؤلوف حقر المدفق قال لهم الله مدثما حياه من الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا أشكرون بقاتل في سبيل الله وعلمون الله سمين عليم ماذا الذي يقفت الله قرضا حسنا فيضعف له وضعفنا كثيرا والله يقفت ويبسط وإليه ترجعون ألم ترى إلى الملائم منيس رائل من معدي موسى إذ قالوا لنبيين لهم معتلنا ملكا نقاط في سبيل الله قال أهل عسيد من كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قوي وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا بأمنائنا فلم ناكتب عليهم القتال تبلو إلى قليل منهم والله عليم المظالمين وقال لما نبي من الله قد بعث لكم طالة بليك قالوا أنه يكون له الملك علينا ونحن وحق بلا ملك منه ولم يعتسبوه ولم يؤتسعت من المال قال إن الله صفع لكم وزاده بصدا في العلم والزسم والله يؤتي ملكه وإن يشاب الله واسعون عليم وقال لما نبي من آيات ملكه يأتيكم الثابت في سكينة من رب من ربكم بقية مما ترك آلم ثابة آل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كتم مؤمنين فلم ناكصل طالة بجرني قال إن الله مودليكم من هرف ما شرب منه فليس مني ومن لم يتحمه فإنه مني إلا من اغترف الغرفة من دياري فشربوا منه الله قليلا منه فلن جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا توقت لنا لما بجال توجندي قالوا الذين أدوننا أنهم لاقوا الله أنهم لاقوا الله كمية فئتين قليلة غلبت فئتين كثيرة بإذن الله اللهم الصابرين ولما برزوا لجال توجندي قالوا ربنا في الغالين صبر وثبت قدامنا وثنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقال لداود جال تبا أدى الله وآته الله الملك والحكوة وعلمه مما يشاء ولو لا تفعل الله الناس بعضهم ببعض اللفة سدد العدو لكن الله ذو فضل على العالمين تلك آية الله يتلعلك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسول فضل لا بعضهم على بعض منهما يكلم الله ورفع بعضهم درجات وآدين عيسى بن بريم البيانات ويجناه بروح القدس ولشاء اللهم قد تتلل الذين من معذ من معذ ما جاءتهم البيانات ولكن اختلفوا فمنهم من آمنوا منهما يكفر ولشاء اللهم قد تتللوا لكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا بما رزقناكمني قبل إيتي ومن لا بيع فيه ولا خلت ولا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السمابات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عيده إلا بإذن يعلم ما بين إذن وما خلفه ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كل سكو السمابات والأرض ولا يؤذو حفظهما وهو العلي العظيم لا يكره في الدين قتري رجد بالألغي فمن يفر بالطاغوت ويؤمي بالله فقط السمسك بالعورة الوثقال فصامي لها والله سميع علي الله هو لك الذين آموا يخرجوا من الدلمات للنور والذين كفروا أوليها والطاغوت يخرجونه من النور الذين ماتوا إليك أصحاب نارين فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيذ منتقال أنا عيب إذ قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبيهد الذي كفر والله لأدلقم الظالمين أوك الذي مر على قرية ويخابتنا على عرش قال أنه يحي هذا الله بعد موتيا فأماته الله مئت عام ثم بعث قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض قال بل بث ميت عام فاضل الله تعاميك وشرابك لما تسنى موضر إلي حمادك ولنجعلك أيض للناس موضر إلي عظامك فنشزوها ثم نكسوها لحمة فلما تبجن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال برهيم ربي أني كفذ حلمت قال أولن تؤمن قال بلا ولكن ما إن قلبي قال فقط أربعة من التاري فسرهنا إليك ثم تعالى على كل جبل منه نجزان ثم دعونه نأتي لك سعية وعلم أن الله عزيز الحكيم مثل الذين يفقنا مالا في سبيل الله كبث لحبتنا أمتت سباسنا بلا في كل سم بلاد ميت وحبب الله وضعف لمن يشاء الله واسعون عليم الذين يفقنا مالا في سبيل الله بلد بيعنا ما نفقوا من ولا أذى له ودن عد رب بلا خبنا علي ولم نحدنون قولوا معروف ومقرد خير من صدقات يدبعوها أدى والله غني الحليم يا أيها الذين آمن لا تبدلوا صدقاتكم من من ولا ذاك الذين في قمالوا إلى الناس ولا يؤمن بالله وإلهم الآخر فمثلوا كمثل السفال علي تراب فأصاب الله بلن فتركه وصل ذا لا يقدروا على شيء مما كسبوا الله ولا دلقوم الكافرين ومثل الذين ينفقنا مالا ومدقى مرضات الله وتثبتها من أنفسهم كوتل الجنة بربوتنا أصابها بأبن فأكد كلها ضيفين فإن لمسوا بابن فتلوا والله بما تعملونها فصيرا بدوا أحدكما تكون الجنة من أخيل وأعنى من تجرمين تحت الانهروا لما فيها ملك الاتبارات وأصاب الكبر ولوذورية ضعفة فأصابها يصار في نار فاحترقت كذلك الفيقنا الله لكم الأدل عليكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا ونفقوا من الطيبات بأكى سبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تمام الخبث من التوفق ونرسل بأخذيه لا تبغض فيه وعلمون الله غريق الحمين الشيطان يعدكم الفقرة وأمركم بالفحشة والله يعدكم أغفرت منه وفضله والله واسيون عليم فتل الحكمة من يشا وميت الحكمة فقد أتي خينا كثيرا ما ذكروا إلى أولي الألبام وما أفقد من نفقد أو نزد من ندين فإن الله يعلم وما لظالمين من أنصار حين تستقادفن العماية وتقفوها وتطول الفقراء فأخير لكم ونكفر عليكم من السجادكم والله بما تعملون خبيلا لسعليك أهداهم ولكن الله يدي من يشا وما توفق من الخريف لأنفسكم وما تنفقون إلا بديقى وجه الله وما تنفق من الخريف فإليكم لا تدومون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا أستطيع ونظروا في الذي أحسبهم الجاهل لأغنية من التعفف تعريفهم بسيماهم لا أسألون أنسائح الحكمة وما توفقنا الخريف لنظهر بيعليم الذين يفقنوا ما لم يليم النار سروا علانية فلا مهدنا معين ربما لا أخفنا عليهم ولم نحضنون الذين أكلون الرباء لا يقومون إلا كما يدقوا يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بينهم قالوا إنما لبعهم مثل الرباء وأحل الله البعيع بحرم الرباء فما جاءوا ما عددوا من ربي فاته فلما سلفوا أمروا إلا الله وما عدفوا ليك أصحاب النار فيها خالدون إما حق الله رباء ولم يصدقات والله لا يحبه كلك فارد أثي من الذين أمنوا في الصالحة وقاموا الصلاة والتوزقات له وجرمعين ربما لا أخفنا عليهم ولهم نحضنون يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله واذلوا ما بقي من رباء إن كنتم مؤمنين فإلم تفعلوا فأذروا بحروا من الله ورسولي واتذوف لكم رؤوس ومالكم لا تضربون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرني فنذرة للاما يستروا أن تصدقوا خير لكم يكن تعلمون وتقيهم وترجعنا فيه لله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى جنب وسمى فاكتبوا إلكتب بينكم كاتبوا من العدل ولا إبا كاتبا يكتب كما علمه الله فالأكتبوا ألم للذي علي الحق واللي تقل الله ربه ولا بخص منه شيئا فإن كان الذي علي الحق صفيا أو ضعيفا أو لا يستطيعهم أي من الله فإلم للي بيقى بذل عدل واستشهدوا شهدهم رجائكم فالمنكونا رجلين فالنجروا فالرجلوا مراتاني ممن ترضون من الشهداني وتضيل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبشدوا إذا ما دعوا ولا تستموا وتكتبوا صغيرا وكبيرا إلى جلي ذلك من خفلين الله وأقوون لشهادة تبدلها لا ترتابدوا لا تكون تجارة حاضرة حاضرة تديرون بينكم فليس عليكم تناح أن لا تكتبوها واستشهدوا إذا تبايتم ولا يضار كاتب ولا شهدوا من دفعلوا فإنوا في سوقكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كتم على سفري ولن تجدوا كادما فريحانا مقبول الله فإن أمن بعضكم معظم فليؤدي الذيتم من أمانا دولتق الله رب ولا تكتم مشاهدوا منكم فإنوا قلبوا الله بما تعملون عليم لله ما في السبابات ما فردوا من تدموا في أنفسكم وتققوا يحاسبكم الله فيغفروا لمن يشاء ويعدموا من يشاء الله على في الشيء قدير أمن الرسول بما أهزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم الرسل وقال سبينا وتعالى غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعاله ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحعلنا إسراك ما حملته عن لذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما نتوقف لنا بيعفو عنا وقفل لنا وارحمنا أمت مولانا فأسرنا على القوم الكافرين صدق الله الأذين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد